رح نستكمل مع أبطال هذا العمل معنا على الهوى مباشرة كمان الفناني القديرة عيدة رياض يسعد لما سيكي ورمضان كريم الفناني عيدة رياض معنا على الخط ألو 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 مساء الخير سألنول أهلا وسهلا فيك حبيبة ألبس عدل ما سيكي أهلا فيك يا روحي رمضان كريم شوفنيك بمشهد صغير بالهلا بالبروموشن أو بالتيتر الصغير على أمل نشوفك بهالدور الكبير كمان اللي رح بتقدميه إذا الله راد السنة دي إن شاء الله دور حدوثت مرة مع غيبة عبد الرازق إذا بصني بقى ده دور بص يا رغبة ده دور وفجأة جديدة علي أنا كمان قوي قوي بتقدمي لأول مرة هالشخصية أو هالدور آآ آآ شخصية جديدة خالصة عليها تمام وفاجأة بالنسبة للجمور كتا فينا ناخد فكرة هيك بسيطة أنت عايزة بغش دلوقت يعني بديغش آآ عوزة غش عوزة غش عروست إزاي طلع كده عندها بانشيون في كترية أوكي من أيام بقى الأرمان واليهود يعني أيام زمان ما كانت كنترية بقى كلها أجانب لجاز ومال نعم فتت يعني بقى شخصية مميزة جدا جدا واتت فنانة برضو بتخمس العز على البيان والحاجات فيه يعني ومرة بقى اللي هي طبعا فنانة الجميلة غادة عبدالرزيزي ثاني مرة أستغل معها كنت سايدة جدا أنا بأستغل معها يعني بجد ومعايا طبعا مخرجة جميلة جسمين يعني من السبتات الجداد اللي حتتسجوا بها بجد فأنا مسعيدة بقى أقولك يعني إيه أكثر من كده من مساقطيتي أنا والمسلسل فيه يعني حكاوي كميلة يعني حكاوي إلسانية واقعية يعني فيه الحطوطة الحلوة والحطوطة المرة صح؟ طبعا فيه مرة جامد قوي حتشفوه صفا قالتلي غادة لأنه اليوم كنا بالتصوير وأخدت منها كلمة كمان هيك لقاء سريع قالتلي الأحداث يمكن بتشوفيها ببداية بتقولي هاي ده أصعب شيئة لأ رح يكون فيه حتى الأصعب بسياق الحلقات المقبلة لأ حقيقة فيه صعب شيئة فيه حاجات يعني مفاجآت رهيبة رهيبة بجد ومفاجآت ومفاجآت بتحصل يعني وقعية ويعني حاجات وقعية يعني حاجات مصايب يعني مصايب معنا نخبة جميلة جدا جدا من فنانين ويا رب يا رب طبعا بس ده مش هينفع بقى لازم توعديني أنا أعمل معاكي حلقة الثرافي بقى أنا أنا اللي بدي أوعدك بدي أنت اللي توعديني أنا اللي بدي أوعدك لا والله أنا بحبك جدا جدا وبحب حلقاتك جدا وانت مزيع مثقافة وجميلة ورقيقة تسلميني يا حبيبتك وأسلمك جميلة وقعية وأنا سعيدة بالمداخلة الجميلة دي حدوتها مرة مفاجآ 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 بتلبة كمان يعني اللي متعودين على غادة عبد الرزيزة عاجات جديد المراجي هي كمان مختلفة جدا صح صح يعني مختلفة بطريقة غريبة تلع الملاك ولا تلع فضيعة يعني بجد بها الشغف اللي عم تحكي في عيدة يعني الشخص أو المشاهد عم بحس حاله رح يكون مشدود أكتر لمتابعة هذا العمل لي لبكرة الحلقة الأولى على قناة النهار وين راح بالتابعية طبعا هتابعها في البيت في البيت بكرة يعني أول يوم رمضان يعني هنخلص بكرة بات الشم نتصحر في ديوتنا ونتفرج بقى على الأول حالة عندنا أول ديورة مضايق نجازة معظمنا يعني بس بعد كده نتصغلين فراوضة وفارج رح تتكمله أكيد بعد في كتير أيام تصوير عيدة قبل ما أشكرك شو بديك تقول للمشاهدة إليله ع طريقتك الخاصة يتابع هذا العمل شو بتقول إليله عايزة أقول جمهوري الحنيب تابعونا حتتبسوا جدا جدا وحتتسجوا بحاجات في تسبينت المسلسل في مفاجآت حتتسجوا فيها جدا أرجوكم تتابعونا المسلسل حتتوكت مرة أوه أصوتوها بجد هتعجبتوا جدا في كل حلقة فيه في كل حلقة فيه مفاجآت وفيه أحداث صح ومس حتتضايقوا وحتتبسوا بجد ورمضان كريم إن شاء الله يا رب ورمضان كريم الله أكرم علينا وعليك يا أعيدة وكنا عم نحكي عن الموسيقى والموسيقى التي تر إديه حلوة وهالأغنية الرائعة كمان للفناني أنغام يعني بتيخد العقل ديهي معبر قاوي 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 الأغنية والمغام والكلمات والموسيقى وبصراحة معنا ممثلين كمان جمال جدا جدا على قصوم الفنان الكبير عبد الرحمن ابو الظاهرة عامل دور يعني دور يجنن دور عمره طبعا غير أحمد صحة صحة كيف أنسى أي حاجة وطبعا عايزة أتكلم أكتر بس أنا فعلا والله هي رغبة أنا في التصفير وبصور خارجي وعليها حتى بس طبعا لما قلتني لديك إذا هتكونت طرم معلشتي بقى أستنى وهاي بقى أنا بموت فيها طرم معلشتي بقى أنا بسخاني عشان أجي معاك يا حديدة أنا إلي الشرف تكوني كمان ضيفت بأي وقت أنت بتريدي وأنا بدي أشكرك على هاشهيدة الكتير الكبيرة وبدأ هنيك مرة جديدة على هذا العمل يا ربي يلاقي كل النجاح يلاقي عليك وعلى أسرتك الكريمة وعلى الوطن العربي وعلى العرب رمضان كريم ومواصل تبقى خير وكل بلد العربية تبقى خير ويا رمضان كريم يا ربي في على المدقلة الجميلة شكرا لقى لك عيدة رياض وطبعا إذا حتوتا مرة رح بتتابعوا بكرة الحلقة الأولى منه على شاشية النهار ورح أرجع أترككم مرة أخرى مع هذه الأغنية الرائعة الخاصة بتيتر هذا العمل من تبع صدق